دخان كفيف يغطي سماء بلدة قدسية يكشف في الوقت نفسه عن القصف العنيف والدمار الذي حل بالبلدة فعلى أطراف محافظة دمشق اتقع قدسية التي يصل تعداد سكانها إلى نحو أربعمائة ألف نسمة البلدة التي كانت ملجأ للنازحين من أحياء دمشق الجنوبية والغوطة الشرقية بات سكانها اليوم يبحثون عن ملجأ فاستعدادا للحصار وسياسة التجويع أغلقت قوات النظام طريق الصفصاف الذي يربط قدسية بدمشق كما أغلقت المدخل الثاني حاجز الضاحية الذي يربط البلدة بضاحية قدسية الوصول إلى دمشق لم يعد معبدا في ظل القصف المستمر إلا أن الحصار زاد من صعوبته مطار معه سكان قدسية على المرور بحاجزين خصصا للمشات فقط والسير نحو أربعة كيلو مترات للوصول إلى دمر البلد تمهيدا للوصول إلى دمشق الخبز والمواد التموينية الأساسية إضافة إلى الطبية باتت قائمة ممنوعات تصادرها الميليشيات الشعبية التابعة للنظام السوري بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان إذ يتم تفتيش السكان قبل دخول البلدة أو الخروج منها ومنذ منتصف اكتوبر عوضا عن القصف يعاني أربعمائة ألف نسمة نصفهم من النساء والأطفال من نقص الغذاء فيما تقدر حاجة الأطفال دون العامين للحليب بنحو 23 ألف عبوة شهرية وبينما يخلو مشفى البلدة من الدواء والأكسجين لا يتوقف داخل أروقته صوت البكاء ولا الأنين حنين موصلي العربية